أكيد ونسأل السؤال ده لأن إحنا لحد دلوقتي نحتفل بخلاف اللعيبة طبعا اللي قفلت الصفحة ديت من بدري ومركزة في الكاس وإن شاء الله يحقوه في مواجهة يوم السبت أمام الطلقاء بس كلمتك عن النهاية الأفريقي طبعا لازم يعني نسمع كلمة كابتان أحمد أبو مسلم كمان لا طبعا من بارك لجمهيري نادي الأهلي مجلس إدارة نادي الأهلي ولعيبتي نادي الأهلي من أول عم حارس زي ما بنقول لحد كانت محمود خطيب أكيد بطولة كانت صعبة جدا للنادي الأهلي في ظل الأحداث الموجودة بالذات الخصم عندي كان صعبة جدا لو عارف كل كبيرة وظهرة عن الفريق نادي الزمالك زي ما قالك التنوسامة أنت ممكن تقابلي الرجاء أو الوداد فمكانت الخبرات أو اللعيبة الموجودة ممكنتش تعرفها بشكل كبير نادي الأهلي وزمالك كتاب مفتوح لبط فكانت المباركة أنت تبقى صعبة شوية بس الحمد لله شخصية البطل بيبان في الأزمات الزاكدة يعني حتى لو أنت مش موفقة في المطش بس أنت شخصية البطل موجودة روح البطولة موجودة فكان مطش صعب جدا الحمد لله نادي الأهلي التاسع الحمد لله زي ما كانت النوسامة قال يحطك في حتة تانية شوية في موقع بعيد عن كل الناس اللي حتى بتبتري تتكلم في الألقاب الأوروبية أو الألقاب اللي بتبتري تحسب لك يعني زي ما شوفنا البركية بتاع بها الميونيخ هو برضك بيحسب عايز يشوف البطولات إيه بالضبط النادي الأكثر تتوجيا في العالم كل الناس بتبص على المستوى بتاعي تلاتي يرتوطي باسم النادي الأهلي بالمحافلة الدولية المطش كان الحمد لله صعب جدا النادي الأهلي بترى شخصية البطل زي ما قلنا أفشى في ظن أحداث اللقاء كان على فترات مستوى كويس عندنا كان ثبات وثقف في الربع اللي وراء لو كان موجود هاني أو ياسر إبراهيم أو أيمان أشرف صراحة وعلم علول كان عاملين ثبات والتزام في شكل كبير في النادي الأهلي اتنين كان عندهم حمل المطش وهم اللي شعلوا الحمل الأكبر نحن نتكلم في فنيا يعني خط الدفاع مع الحمد فتحي وعمر السولية طبعا فدول كانوا عاملين قوة كبيرة في النادي الأهلي كانت موجودة طبعا